قال مسؤول أرميني كبير اليوم إن بلاده مستعد لتوقيع اتفاق سلام مع إذربيجان إذا أبدت باكو الإرادة السياسية مثل بلاده مضيفاً أنها حريصة أيضاً على إحراز تقدم في استعادة العلاقات مع تركيا وقال نائب وزير خارجية أرمينيا فاهان كوستنيان خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا إن بلاده أبدت الإرادة السياسية اللازمة في عدة مناسبات منها خلال المحادثات التي أجريت أول أمس الجمعة بين وزيري خارجية أرمينيا وتركيا